بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه السلام عليكم ورحمة الله مع سلسلة دلالة أسماء الصور القرآنية على محاورها وموضوعاتها ومع صورة العلق والموضوع ديال صورة العلق هو الدعوة العبادة ديال الرب الأكرم اللي نعم الله زوج اللي على الإنسان بالإيجاد والتعليم فهذه الصورة الكريمة اللي هي صورة العلق تنقسمها ثلاثة ديال الأقسان القسم اللول اللي هو المقدمة من الآية واحد حتى الآية خمسة والقسم الثاني اللي هو الموضوع من الآية ستة حتى الآية ربعتاش والقسم الثالث اللي هو الخاتمة من الآية خمسة حتى الآية تسعتاش بمعنى أن صورة العلق في هاته تسعتاش ديال الآيات والجودة بها المقدمة هاد المقدمة هاد الموضوع ديالها فيها البيان ديالجوج ديال النعام اللي نعم الله بهم على هاد الإنسان هادا النعمة اللولى اللي هي الإيجاد وجدوا من عدام خلقون هاد الكون هادا والتانية ماشي غير يخلقوخ اللي ها كان بل كرموه بالتعليم اللي كان من الله سبحانه وتعالى ماشي من شي واحد آخر وبالتالي هنا ولا الإنسان عنده واحد لما كان هاد المقدمة هاد فيها جوج ديال المحاور المحوار اللول افتتحات الصورة بالبيان ديال أن الله هو الانعم على الإنسان بالنعمة ديال خلق الإيجاد وقال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علاقة أما المحوار الثاني ديال المقدمة اذكر الله عز وجل لهاد الإنسان هاد النعمة اللي نعم عليه ديال التعليم اللي لولا هاد النعمة هادي غادي يكون هاد الإنسان هاد أحط من البهايم لهذا قال سبحانه وتعالى اقرأ وربك لكرام الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم تيجي الموضوع اللي هو ديال هاد الصورة هادي من الآية 6 حتى الآية 14 وتيتكلمنا على التحذير من الموقف ديال الإنسان اللي تيجحد النعم ديال الخالق دياله واللي تيكذب بالآيات ديال سيد ربي سبحانه وتعالى وفي هذا الموضوع هذا أربعا ديال المحاور المحوار الأول بعد ما بين سيد ربي هاد جوج النعم اللي نعم بها على هاد الإنسان هاد النعمة الأولى اللي هي الإيجاد والنعمة التالية اللي هي التعليم حذر سيد ربي سبحانه وتعالى في صياق ديال الصورة من الموقف ديال الإنسان اللي تيجحد وتيكذب وقال سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان لا يطوى أرآه استغنى وبيل سيد ربي سبحانه وتعالى في المحوار الثاني أن الله قاد على بش يرجع هذا الإنسان هذا الحساب يوم القيامة كما خلقوا أول مرة من عدام وخلقوا من علاق وقال سبحانه وتعالى إن إلى ربك الرجع في المحوار الثالث عرض الصياق ديال الصورة الموقف ديال الإنسان المكذب من الهدى والوحي ديال الخالق دياله سبحانه وتعالى وقال عز وجل أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أوامر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى فهذا المحوار الرابع سيعطينا الخلاصة ديال هاد الشي كله اللي في هذا الموضوع حتى يعرضنا الموقف ديال هاد المكذب هذا الجاهل وتيبينا الشناعة والقبح ديال التصرفات دياله بعد ما عرف النعام ديال الخالق دياله اللي خلقوا من علاق وفي ذلك تحذير من مثل هذا الموقف هذا ونجي ودب الآن إلى الخاتمة ديال صورة العلاق واللي هي الموضوع ديالها التأكيد ديال 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 شي اللي مشافات وفيها جوج ديال المحاور المحوار الأول عودتنا هاد خاتمة هدي التأكيد على القدرة ديال سيد ربي على الحساب والعقاب كما هو قد على الخلق والإيجاد أول مرة سيقول سيد ربي سبحانه وتعالى كلا لا إن لم ينتهي كلا لا إن لم ينتهي لا نسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندعو الزبانية وتيجي المحور الأخير ديال الخاتمة ديال صورة العلاق كما افتتحات الصورة بالدعوة التقرب الخالق الأكرم اللي نعم على الإنسان بالإيجاد والتعليم اختتمات الصورة بالدعوة العبادة ديال هاد الخالق الأكرم سبحانه وتعالى وقال عز وجل كلا لا تطعه وسجد وقتري به والسلام عليكم ورحمة الله